صفية كما ذكرنا وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطا يسلم رسالة من الأهل المغربية الملك محمد السادس لأمين العام الأممي أنتونيو جوتيريش بسأني الصحراء طبعا سلم وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطا أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك رسالة خطية من الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وقال بوريطا في تصريح للصحافة إن الرسالة تمحورت حول التطورات الخطيرة للغاية التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية وأضاف الوزير أن الملكة حارسة على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغولات غير المقبولة وأكد بوريطا أن الملك محمد السادس حارسة على التوضيح لغوتيريس أن هذه الأعمال تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار وتنتهي كل قانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتقود بشكل جدي العملية السياسية الملك محمد السادس ذكر في مباحثته مع الأمين العام للأمم المتحدة بأنه في هذا النزاع الإقليمي الذي امتد لأزيد من أربعين عاما تتحمل الجزائر مسؤولية صارخة إن الجزائر هي التي تمول والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتسلح وتقدم دعمها الدبلوماسي للبوليزاريو وانطلاقا من ذلك طالب المغرب ويطالب دوما بأن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي وأن تتحمل الجزائر المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل وأن بإمكان الجزائر أن تلعب دورا على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي تتحمل الجزائر على قدر مسؤولية في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليم